استكمالا للسلسلة التي كنا بدأناها سابقا عن التكنولوجيا المتطورة التي كانت موجودة في الحضارة المصرية القديمة وبالطبع أنا لا أعترف بوجود الفراعنة ولكني أذكركم دائما بأنه كانت هناك حضارة مصرية قديمة كانت أعظم وأضخم وأكثر تطورا بكثير مما تتخيلون وأن الملوك الذين حكموا مصر في العصر المسمى بالعصر الفرعوني توصلوا لجزء من تلك الحضارة القديمة العظيمة واستخدموها وجاء الماسونيون في هذا الزمن ونسبوها لملوك الزمن الفرعوني زورا وبهتانا لذلك وجب علي التنويه قبل أن أبدأ عندما تسمعون في الفيديو كلمة الفراعنة فاعلموا أن المقصود هنا الحضارة المصرية القديمة ولكني مضطر لذكر كلمة حضارة فرعونية بدلا منها وذلك لأن محركات بحث اليوتيوب لا تعترف غير بالحضارة الفرعونية هيا لنبدأ هذا الفيديو الرائع عن التطور التكنولوجي الرهيب في الحضارة المصرية القديمة آثار تؤكد تقدم القدماء في علم الفلك واكتشافهم لأسرار الكون هناك الكثير من الآثار والبرديات الفرعونية والألواح البابلية والسومرية والكتب التاريخية التي يستدل منها على تقدم القدماء في علم الفلك والتنجيم والاكتشافهم لأسرار الكون ورصدهم بكل دقة لمختلف النجوم والكواكب والمذنبات ومختلف الظواهر الفلكية كالكسوف والخصوف من مراصدهم الفلكية الباهرة كالأهرامات والزيجورات وبعض المعابد التي كانت تستخدم كمراصد فلكية يوضع بداخلها أجهزة الرصد المختلفة ويوضع في قمتها هريم صغير أو كرة معدنية وباللورة كبيرة تقوم بنفس وظائف الأقمار الصناعية وأجهزة الاستقبال الراديوي الحديثة وتشير بعض الكتب التاريخية القديمة إلى استخدام الفراعنة للمسلات في قياس محيط الأرض وتحديد مواعيد أول لحظة لبداية كل فصل من الفصول الأربعة بالدقيقة والثانية واستخدم القدماء وسائل عديدة لحساب الوقت الشمسي والقمري والذي لا يزال معمولا به حتى الآن والذي يتفق مع أدق الحسابات الحديثة كما نلاحظ أنهم حسبوا المسافة بين الأرض والشمس بمنتهى الدقة وبما يتفق مع الحسابات الحديثة الدقيقة واكتشف على بعض توابيت الموتى وفي أسقف المعابد خرائط فلكية تحدد البروج لاثنى عشر ومواقع الكثير من النجوم والكواكب الثابتة والسيارة في صفحة السماء وفي نفس المواقع التي تم رصد هذه النجوم بها بأجهزة الرصد التكنولوجية المعاصرة كما دلت خرائطهم الموجودة بكتبهم الفلكية على رصدهم لنجوم مختفية وراء نجوم أخرى لا يمكن رصدها بالعين المجردة ولا بأحدث أجهزة الرصد المتقدمة المتوفرة في عصرنا الحديث وهو ما أثار حيرة ودهشة العلماء المعاصرين عند رصدهم لهذه النجوم في اللحظات التي ظهرت فيها نتيجة لدوران مجموعاتنا الشمسية داخل فلك السماء ووصولها إلى نقطة وموقع معين يمكن عنده رؤية ورصد هذه النجوم بأجهزة متطورة جدا ليس هذا فقط ولكن الفراعنة استخدموا المسلات كساعات شمسية وأداة لقياس محيط الأرض وتحديد مواعيد الفصول الأربعة كان الفراعنة يقيمون المسلات الفرعونية المشهورة في أماكن محددة وثابتة على أرض مصر ويعتبرون هذه الأماكن أماكن مقدسة يقيمون فيها المعابد أو المراصد الفلكية لارتباط هذه الأماكن بمجالات الطاقة والقوى الروحية والإشعاعية ومواقع الشمس والنجوم في قبة السماء والمسلة عبارة عن عمود من قطعة واحدة من الجرانيت ذات قطاع مربع الشكل ومسلوب من أعلى بحيث تنتهي قمته بشكل هرامي مربع وتقام المسلة على قاعدة من الجرانيت وكان معظم المسلات يتراوح ارتفاعها فيما بين 20 إلى 30 مترا ويتراوح وزنها فيما بين 120 إلى 400 طن تقريبا تخيلوا هذا الأمر المذهل لقد كانوا بالفعل عمالقة وعثر في محجر أسوان على أضخم مسلة في العالم حيث وصل طولها إلى 41.75 مترا ووصل وزنها إلى حوالي 1168 طن وقد تركت هذه المسلة في مكانها بالجبل الذي كان يتم اقتطاعها منه لشرخ أصيبت به بعد أن تم تخطيطها وتفريب ما حولها من أحجار ليسهل فصلها عن سطح الجبل وكان الملوك ينقشون على واجهات المسلة الأربع بعض انتصاراتهم وأعمالهم وأسمائهم وتاريخ بناء المسلة وقصة إقامتها وبعض الأدعية والنصوص المقدسة وكانوا يضعون في قمة المسلة هريمنا صغيرا مفرغا يكسون به قمتها الهرمية وكان هذا الهريم يصنع من معدن مقدس أطلق عليه اسم الإلكترومي أو الإلكتروني أو السام أو الأوريكالو وقد احتار علماء المصريات في تحديد الغرض الذي كان من أجله يشيد الفراعنة المسلات المصرية وذهبوا في ذلك مذاهب شتى فمنهم من رأى أنها تعبر عن إله الشمس المصري رعى ومنهم من ذهب إلى أن الملوك كانوا يقيمونها لتسجيل أعمالهم وانتصاراتهم وأسمائهم تخليدا لذكراهم مستندون في ذلك إلى النص الذي دونته الملكة حدشبسود على قاعدة إحدى المسلتين اللتان أقامتهما في فناء الأعمدة بمعبد الكرنك بالأقصر حيث ذكرت في النص قصة المسلتين وأنها شيدتهما للإله الأقصر ليبقى اسمها مخلدا في هذا المعبد إلى الأبد وكالنص المدون على إحدى المسلتين اللتان أقامهما تحتمس الأول في معبد الأقصر بالأقصر حيث ذكر أنه أقام هذه المسلة في عيد سد الثلاثين تذكارا لوالده الأقصر رعى سيد الأرضين ولكن ليس هذا هو الغرض من بناء المسلات فالمراجعة الدقيقة والتمحيسية للنصوص الواردة بالبرديات الفرعونية وكتب المؤرخون العرب واليونانيون عن هذه المسلات والأغراض التي كانت تستخدم فيها تكشف أن معظم المسلات كانت توضع في أماكن ونقاط محددة من الأرض وهي النقط التي تسقط عليها أشعة الشمس باتجاه عمودي عند أول ثانية من أول دقيقة من بداية أحد فصول السنة الأربعة الربيعة والصيف والخريفة والشتاء فعند هذه النقطة كان الفراعنة يقيمون المسلة فتسقط عليها أشعة الشمس متعامدة تماما مع بداية أول لحظة من لحظات أحد الفصول الأربعة وكأنها تؤذن ببداية هذا الفصل أو كأن المسلة تشير إلى موقع الشمس في السماء عند بداية أول لحظة من لحظات فصول السنة فهناك مسلات كانت تحدد موقع الشمس في السماء عند بداية دخول الأرض في فصل الربيع وأخرى تحدد بداية دخول الأرض في فصل الصيف أو الخريف أو الشتاء ففي هذه اللحظة تسقط أشعة الشمس عمودية على المسلة أو بمعنى أدق على هذه البقعة من الأرض ولا يكون في ذلك التوقيت أي ظل للمسلة على الأرض وهنا كان الراصدون يحددون أول لحظة من لحظات بداية أي فصل من فصول العام الأربعة كما تشير نصوص أخرى إلى استخدام بعض المسلات كساعات شمسية تحدد المواقيت والساعات من خلال ظلالها على الأرض أثناء النهار كما تم استخدام المسلات في حساب محيط الأرض فقد ذكر المقريزي في الخطط وابن إياس في نزهة الأمم وغيرهما من المؤرخين العربي نقلا عن القضاعي في عجائب مدينة عين شمس أونة أن مدينة عين شمس كانت من جملة عجائب مصر وهي هيكل أي معبد الشمسي وكان بها العمودان أو المسلتان الذان لم يرى أعجب منهما أو أطول منهما وكان طولهما في السماء نحو خمسين ذراعا أي حوالي واحد وثلاثون فاصل خمسة مترا حسب وصف القضاعي وهما محمولان على وجه الأرض وبينهما صورة إنسان تمثال على دبة حيوان وعلى رأسهما شبه الصومعتين من نحاس هما القمعان الهراميان المصنوعان من مادة الإلكترومي الذان كان يغطيان قمة المسلتين كما جاء بالنصوص الفرعونية فإذا دخلت الشمس أول دقيقة من الجدي وهو أقصر يوم في السنة انتهت إلى العمود الجنوبي منهما فطلعت على قمة رأسه ثم إذا دخلت أول دقيقة من السرطان وهو أطول يوم في السنة انتهت إلى الشمالي منهما فطلعت على قمة رأسه وهما منتهى الميلين وخط الاستواء في الواسطة منهما ثم تخطر الشمس بينهما ذاهبة وآيبة سائر السنة على الدوام وبعد ما قاله القضاعي ونقله عنه الكثير من المؤرخين العربي من أصدق وأوقع ما قيل في الفرد من استخدام المسلات الفرعونية خاصة مسلتي معبدئون عين شمس فكما هو معروف عن معبدئون كان به مسلتان مشهورتان ما زالت إحدهما قائمة في مكانها حتى الآن وكلام القضاعي يوضح أن إحداهما في جهة الجنوب والأخرى مقامة في جهة الشمال من خط الاستواء الذي يتوسط المسافة بين المسلتين وكانت المسلة الجنوبية تسقط عليها أشعة الشمس عموديا عند دخولها أي الشمس في أول دقيقة من دقائق درجات برج الجدي وهي أول لحظة في بداية فصل الشتاء الذي يكون فيه النهار هو أقصر نهار في أيام السنة وتكون أشعة الشمس فيه عند وقت الظهيرة عمودية على مدار الجدي وهو خط وهمي للمنطقة المدارية للأرض موازي لخط الاستواء من جهة القطب الجنوبي وهذا اليوم هو يوم الثاني والعشرين من ديسمبر من كل عام وهو موعد بداية فصل الشتاء أي كانت المسلة الجنوبية مقامة على خط الجدي في النقطة التي تسقط أشعة الشمس عليها عموديا في وقت الظهيرة عند بداية أول لحظة من فصل الشتاء أما المسلة الشمالية فكانت مقامة على خط مدار السرطان وهو خط وهمي للمنطقة المدارية للأرض موازي لخط الاستواء من جهة الشمال في النقطة التي تتساقط عليها أشعة الشمس عموديا في وقت الظهيرة عند بداية دخول الشمس أول دقيقة من درجات برج السرطان وهي أول لحظة من لحظات بداية فصل الصيف الموافق 21 يونيو والذي يكون نهاره أطول نهار في السنة وفي بقية أيام السنة تخطر الشمس ذهابا وإيابا بين مداري الجدي والسرطان وبين المسلتين ومن المعروف أن القدماء قسموا القبة الظاهرية للسماء إلى 12 قسما كل قسم منها يضم مجموعة من النجوم أطلقوا عليها اسم البروج وهي على الترتيب التالي برج الحمل والثور والجوزاء والسرطان وبرج الأسد والعذراء والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلوى والحوت وتمثل نجوم هذه الأبراج النجوم التي تظهر خلف مدار الشمس الظاهري والذي يميل بمقدار 23.5 درجة على خط الاستواء ويمكن مشاهدتها من على الأرض في ذلك التوقيت فالأرض تدور حول الشمس دورة كاملة مرة كل عام وهذا حسب ما تقوله وكالة الفضاء ناسا ومعها المؤمنون بنظرية كراوية الأرض ولكن القدماء كانوا يرون أن الشمس هي التي تدور حول الأرض وهو ما يتطابق مع ما يؤمن به أصحاب نظرية الأرض المسطحة فإذا تصورنا شريطا عريضا يحف بجانبي مدار الشمس ويلتف في قبة كراوية محيطة بالأرض كمركز نجد البروج خلف هذا الشريط ولو قسمنا هذا الشريط إلى 12 جزءا متساويا سنجد أن الشمس تبقى في كل منه شهرا كاملا ويظهر من خلفها برج معين يسمى بأشهر النجوم الواقعة فيه وقد ثبت أن الاعتدال الربيعي يقع خلال المدة من الحادي والعشرين من مارس إلى العشرين من أبريل ويوافق مرور الشمس ببرج الحمل والاعتدال الخريفي يوافق مرور الشمس ببرج الميزاني خلال المدة من الثالث والعشرين من سبتمبر إلى الثاني والعشرين من أكتوبر والانقلاب الشتوي يوافق مرور الشمس ببرج الجدي وتمكث فيه الأرض من الثاني والعشرين من ديسمبر إلى العشرين من يناير وفي يومي الاعتدالين الرابعي الحادي والعشرين من مارس والخريفي الثالث والعشرين من سبتمبر تتساوي عدد ساعات الليل والنهار في نصفي الارض فيصبح عدد ساعات كل من الليل والنهار اثنى عشر ساعة وتسقط اشعة الشمس عمودية وقت الظاهرة في هذين اليومين على خط الاستواء وفي يوم الانقلاب الصيفي 21 يونيو تسقط اشعة الشمس عمودية عند الظاهرة على خط مدار السرطان ويكون نهار هذا اليوم اطول نهار في السنة اما يوم الانقلاب الشتوي الثاني والعشرين من ديسمبر فتسقط اشعة الشمس عمودية عند الظاهرة على خط مدار الجدي ويكون نهار ذلك اليوم اقصر نهار في السنة والمنطقة الواقعة بين مداري السرطان والجدي هي المنطقة التي تتساقط عليها أشعة الشمس عموديا في باقي أيام السنة وفي النصوص الفرعونية ما يشير إلى العلاقة بين موقع المسلة وموقع الشمس في السماء فهناك نصوص تصف المسلة بأنها تمثل الشمس رعى في قبة السماء وتشير إليه أي أنها تحدد موقع الشمس في قبة السماء عند لحظة معينة تكون فيها أشعة الشمس متعامدة على المسلة أو الموضع المقامة به المسلة من الأرض وأشار علماء الإغريق إلى استخدام المسلات كساعة شمسية وفي قياس محيط الأرض من خلال مسلتين توضع إحدهما في القاهرة أو الإسكندرية مثلا والأخرى في أسوان ويقاص ظل كل منهما في لحظة واحدة وتحسب المسافة بين المسلتين أسوان والإسكندرية أو القاهرة وبمعادلة رياضية يتم حساب محيط الأرض بمنتهى الدقة فالعالم والمؤرخ الإغريقي بليني ذكر أن المسلة التي جلبت من مصر ونصبت في كامبوس مارسيوش بروما في عهد الإمبراطوري أغسطس كانت تستخدم في غرض واحد هو رصد الظل الناجم عن المسلة لقياس زمن النهار والليل أي كانت تستخدم كساعة شمسية وسجل بعد ذلك ملاحظة أنه على مدى آخر ثلاثين عاما لم تكن النتائج والقراءات المستخلصة من ملاحظة ظلال المسلة متوافقة مع ما سبق رصده قبل تلك المدة وأرجع هذا الاختلاف إما إلى تغيير في نظام مسيرة الشمس أثر تغير في نظام السماء أو لتغيير موضع الأرض المركزي لكل الوجود أو لزلزال ضرب المدينة فغير من وضع المسلة الذي كان مضبوطا من قبل أو بسبب فيضان نهر التيبر الذي قد يكون أثر على أساس المسلة وجعله يتداعى وأوضح بالشول وإدبتيت بكتابهما سر قوة الهرم الأكبر أن أبا الهولي كان يمكن استخدامه في الماضي كمحدد لمقاسات الأرض بحيث يبين الاعتدالين الربيعية والخريفية حيث كانت تقوم بين يديه مسلة يحسب من ظلها المحيط الصحيح للأرض واختلاف خطوط العرض بالدرجات وقدم تومكنز بكتابه أسرار الهرم الأكبر ما يثبت أن قدماء المصريين حسبوا المحيط القطبي للأرض باستخدام الشمس وظلال المسلات وأشار إيمانويل فيلاكوفيسكي بكتابه عوالم في تصادم إلى استخدام المسلات القديمة لتحديد اتجاهي الشرق والغربي أو رصد شروق الشمس وغروبها لتحديد يومي الانقلابين الحوليين ويوم الاعتدالين الرابعي والخريفي وألمح أن عدم إدراك العلماء المعاصرين لهذه الحقيقة جعل الغرض من إقامة المسلات في نظرهم لغزا محيرا وموضوعا مثيرا للجدل وأكد أن المسلات المصرية كانت تعمل كساعة ظل أو ساعة شمسية حيث يصبح طول ظلها على الأرض واتجاهه ذو دلالة على الوقت من النهار أما المسلات المزدوجة الثنائية فكانت تستعمل كتقويم للزمن وتحديد مواعيد الفصول الأربعة كما ذكر فيلايكوفيسكي نقلا عن أحد الباحثين أن المسلات شيدت في أمريكا القديمة أيضا وكان يثبت في قمتها حلقة مستديرة تمر منها أشعة الشمس وتسقط على علامات رسمت وثبتت على الأرض بأبعاد محسوبة بدقة لرصد حركة الشمس من خلال حركة الظل للأعمدة وقد قام الفلكي والرياضي السكندري إيرا توستين من حوالي الفان ومئتان سنة بقياس محيط الأرض على أساس علمي سليم معتمدا على نظرية المسلات الفرعونية حيث قرأ في إحدى لفائف البرديات الفرعونية أن الشمس في يوم الحادي والعشرين من يونيو ظهر من كل عام تتعامد على قرية سين الواقعة على بعد أربعون كيلو مترا جنوب أسوان بجوار الشلال الأول للنيل وأن المسلات والأعمدة في هذا الوقت يصبح لا ظل لها على الأرض ويمكن في هذه اللحظة فقط رؤية انعكاس قرص الشمس رعى في الآبار العميقة فقام إيرا توستين بوضع عصا رأسية على الأرض في الإسكندرية كبديل عن المسلة ظهر يوم واحد وعشرون يونيو فوجد للعصا ظلا وأشعة الشمس لا تسقط رأسية على عصاف الإسكندرية في تلك اللحظة في حين أنها تسقط رأسية على أي عصا مماثلة لها توضع في نفس اللحظة على الأرض بقرية سين جنوب أسوان ولا يكون للعصا في هذه اللحظة أي ظل على الأرض فاستخدم إيرا توستين المزولة لقياس زاوية ميل أشعة الشمس على العصا الموضوعة في الإسكندرية فوجدها تساوي 7.2 درجة وبإثبات أن العمود الرأسية في الإسكندرية والعمود الرأسي في قرية سين سوف يلتقيان في مركز الأرض بنفس الزاوية فقد قام بناء على ذلك بحساب محيط الأرض وقدره بتسعة وثلاثون ألف وستمائة وتسعون كيلو مترا وهو رقم لا يختلف عن الرقم المقدر حاليا لمحيط الأرض والمعتمد على الحسابات الحديثة والبالغ أربعون ألف ومئة وعشرون كيلو مترا فقد كان من المعروف في ذلك الوقت أن مدينتي الإسكندرية وأسوان يقعن على نفس خط الطول وأن المسافة بينهما تساوي حوالى خمسة ألاف ستاديا تقريبا الاستاديا تساوي مئة وسبعة وخمسون فاصل خمسة مترا ولو كانت الأرض مسطحة فإن العمودين الموضوعين على خط واحد لا يكون لهما ظل على الأرض عند سقوط أشعة الشمس عموديا عليهما لكن نظرا إلى أن الأرض كروية فإن سقوط أشعة الشمس عموديا على العصى المقامة في مدينة سين جنوب أسوان في لحظة معينة يجعل العصى لا ظل لها على الأرض فكروية الأرض ستجعل أي عصى موضوعة في مكان آخر سيكون لها ظل ما على الأرض وكان أول من أثبت كروية الأرض من خلال تلك التجربة وبافتراض أن العمود الرأسي في الإسكندرية والعمود الرأسي في قرية سين سوف يلتقيان عند مركز الأرض بزاوية تساوي نفس درجة ميل أشعة الشمس على العصى المقامة في الإسكندرية أي بزاوية مقدارها 7.2 درجة أيضا وهذه الزاوية تقابل المسافة بين أسوان والإسكندرية والبالغة خمسة آلاف استادية تقريبا مع ملاحظة أن زاوية ميل أشعة الشمس على العمود المقامي في الإسكندرية والبالغة 7.3 درجة تعادل خمسون على واحد من دائرة وعاء المزاولة الشمسية التي استخدمت في القياس والبالغة 360 درجة فإذا كانت 7.2 درجة زاوية نقطة التقاء العمودين عند مركز الأرض تقابل خمسة آلاف استادية المسافة بين العمودين المقامين على نفس خط الطول على الأرض فإن 360 درجة دائرة وعاء المزاولة والتي تقيس جميع زوايا ميل الشمس على الأرض كلها تقابل مقدار محيط الأرض بالإستادية إذن محيط الأرض يساوي 360 على 7.2 في خمسة آلاف استادية يساوي 250 ألف استادية ثم صحح إيرات ستين هذا الرقم إلى 252 ألف استادية بعد أخذ المسافة بين أسوان ومدينة سين الواقعة جنوبها في الحسباني وهذا الرقم يعادل 39690 كيلومترا وهذا الرقم يقل بمقدار 430 كيلومترا فقط عن الرقم المقدر حاليا لمحيط الأرض وهو 40120 كيلومترا فإذا كانت الزاوية بأ ألف جيم في الشكل الذي أمامكم والتي تمثل ميلاء شعة الشمس عن العمودي عند الإسكندرية تساوي 7.2 درجة فإن متممتها وهي الزاوية ألف جيم بأ تساوي 82 ثلاث درجة وهي تساوي الزاوية المقابلة لها دال جيم وبالتالي فإن الزاوية المركزيتها دال جيم تساوي 7.2 درجة وهذه الزاوية تقابل المسافة بين أسوان سين والإسكندرية والبالغة خمسة آلاف استادية أعلم أعزاء المتابعين أن الكثير منكم لا يحب الرياضيات والعمليات الحسابية المعقدة لا تقلقوا فأنا أيضا مثلكم ولكني قد ذكرت لكم هذه الحسابات الدقيقة في الفيديو لتروا بأنفسكم أن أجدادنا كانوا عباقرة بالفعل ولم يصنعوا كل هذه الآثار الخالدة لعبا ولهوا ولكنهم كانوا متطورين لدرجة مذهلة لا يصدقها العقل وفي الفيديوهات القادمة بإذن الله سوف نأتي إليكم بالمزيد فانتظرونا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر